السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب السنوية العامة أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة علم النفس والاجتماع في الحصص السابقة اتكلمنا عن موضوعات الوهدة الأولى النهاردة إن شاء الله بننهي بمشيئة الله هذه الموضوعات ويبقى إن شاء الله في الإسبوع القادم معبنا مع تطبيقات ومراجعة عامة على الوهدة نذكركم كده ببعض العناوين اللي خدناها في الحصص السابقة كنا بدأنا بالزكاء ثم اتكلمنا عن تعريف الزكاء ونظرية الزكاءات المتعددة لجاردنر في الموضوع الأول ثم انتقلنا في الموضوع الثاني إلى موضوع التعلم ومعنى التعلم ونظريات التعلم ثم بدأنا ننهي هذه الوهدة بالموضوع الثالث والأخير وهو كان يتكلم عن مبادئ التعلم الجيد وأسس الاستثقار الفعال في الحصة اللي فاتت دي مباشرة كلمنا عن مبادئ التعلم الجيد وشرحنا لحضراتكم ما هي الشروط التي تعين المتعلم على التعلم الجيد نهاردة إن شاء الله بنختم بموضوع آخر وهو بعنوان أسس الاستثقار الفعال ده آخر موضوع في الوحدة الأولى أسس الاستثقار الفعال النهاردة بنكلم عن المذاكرة كتير من أبنائنا وأحبائنا الطلاب بيسألون يا أستاذي إزاي أذاكر وحق أعلى فايدة من المذاكرة وبالتالي هو بينتظر إن أنا أقدم له بعض الإرشادات أو بعض النصائح العلمية التي تعين على المذاكرة بنكلم عن نواتج التعلم تتمكن من تحقيق المهام التالية أولها أنت ترى تبين دور الانتباه في تحقيق الاستثقار الفعال هل الانتباه مهم في المذاكرة؟ هنشوف ثم تكون قادر على أن أنت تستخلص دور الدافعية في تحقيق الاستثقار الفعال هل الدافعية الدافع مهم في أن أنت تذكر؟ هنشوف ثم تحلل دور المشاركة النشطة في تحقيق الاستثقار الفعال هل دورك الإيجابي ومشاركتك الفعالة لها دور في المذاكرة؟ هنشوف إن شاء الله ثم تدل بأمثلة من الحياة على طرق القراءة الجيدة لاستثقار الفعال فهناك طرق قراءة جيدة تعين على المذاكرة مفترض في نهاية الحصة أنت تبدأ تدينا أمثلة من الحياة على هذه الطرق المتنونة تعالوا باسم الله نبدأ نعرض جوانب درسنا وحصة اليوم وزي ما قلنا هي بعنوان أسس لاستثقار الفعال أهم هذه الأسس اللي حددها العلماء الطربويين المهتمين بمثل هذه الموضوعات أربع أسس أولها الانتباه اللي هو التركيز ثم زيادة الرغبة للستثقار اللي هو الدافع ثم المشاركة النشطة اللي هو الدور الإيجابي ثم استخدام طرق القراءة الجيدة يبقى حصتنا اليوم بمشيئة اللي هتدور حوالين الأربع عناصر دي كعناصر وشروط أساسية تعين على تحقيق الاستثقار الفعال الانتباه زيادة الرغبة في الاستثقار المشاركة النشطة طرق القراءة الجيدة تعالوا نبدأ عرض هذه العناصر واحدة واحدة كده أولها الانتباه يعني ايه الانتباه الانتباه ببساطة شديدة جدا هو التركيز أثناء المذاكرة يعني بالله عليه هل ينفع طالب يذاكر ويستفيد من مذاكرته وهو طول ما هو قاعد سرحان وطبعا كل واحد بقى عارف اللي سرحان في المباريات ده أو نتائج كاس العالم ومنها يوصل ومنها يخرج ومنها يكسب واللي سرحان في موعد الأفلام والمسلسلات والفيلم ده أول مرة يعرض على الشاشة أو فيلم أكشل ولا فيلم عاطفي واللي سرحان في أي شيء هذا السرحان يفقد المذاكرة بهجتها وبالتالي عكس السرحان أن تكون منتبئ وبالتالي أحد أهم الأسباب اللي بتفقد المذاكرة أهميتها وفعليتها لو سألت معظم الطلاب هتلاقيهم لأنهم بيذكروا بدون تركيز وبدون انتباه وبالتالي إذا كان الطالب عايز يحقق أعلى قدر من الاستفادة من المذاكرة عليه أن يستعين بهذا المبدأ الهم وهو تحقيق الانتباه والتركيز حضرتك زاكر وركز في اللي انتبه الزاكر انتبه عشان تستفيد باللين ده بالزاكر وإلا زي ما تقعد على المذاكرة زي ما هتغادر بلا فائد طيب السؤال يا أستاذي كيف يمكن تحقيق الانتباه والتركيز يعني لو قلت لي قل لي كده بعض النصائح العلمية مش نصائح كده عشوائية ولا كلام بيقولوه أي حد لأ دي نصائح اتعاملت بناء على تبارض يبه هي إرشادات علمية اتعاملت وفكا لدراسات مقننة ما هي الأساليب التي يمكن للطالب من خلالها أنه يحقق أعلى قدر من التركيز والانتباه أعمليه عشان أركز واستفيد باللين أنا بذكره أول حاجة أن أنت تخصص وقت محدد للمذاكرة مع الحرص على الوقت ده والالتزام به يعني يا أستاذ أنت هنا تقصد أن أنا مثلا بذاكر من الساعة كذا للساعة كذا لا مقصودش كده أنا أقصد أن أنت كل يوم لك كرس مذاكرة لك عدد من الساعات اللي هي خاصة بالمذاكرة تذاكرها بقى في أي وقت بحسب ما يتسنى لك تذاكرها الصبح بعد الظاهرة كده لما ترجع من المدرسة بعد العصر كده لما تخلص دروسك بالليل كده لما دنيا تروح أنت حر المهم أنت تخصص وقت للمذاكرة وتلتزم به بلاش ما يطلق عليه التسويف يعني إيه التسويف دي كلمة بتسبب مشكلة في الحياة الحديثة سوف أفعل ابدأ مذاكرة تقول إن شاء الله من الأسبوع الجاي بقى هوريك اللي أنت هوريك العجب ثم يأتي الأسبوع القادم يا حبيبي أنت وعدتني معاليش الصنة النهاردة مجود إن شاء الله بقى من بكرة هتلاقيني ما فيش مني فكلمة التسويف دي معناها أنت مش مخصص وقت المذاكرة يعني كل واحد فينا يوميا ليه أوقات حرص عليها قد تكون معظمها أوقات غير مفيدة يعني ممكن تلاقي مثلا معظم الشباب دلوقت ليه وقت مخصص يقابل أصدقاء فيه على الأهوة أو في النادي أو على نيل ما يفرطش في الوقت ده ليك على الأقل ثلاث واجبات يوميا مزبطها بالساعة لو قلنا لك أجل وطبة منها يعني عايزين نقتصر كده أنت ممكن تلمع علينا الشارع ليك يوميا وقت معايا للنوم ممكن تنام ستة تامن عشر ساعات ونيجي الصحيح تبقى يعني متطدر في وشان فمثل هذه الأوقات الإنسان بيبقى حرص عليها أه طبعا بيفرط فيها لا طبعا وبالتالي لازم أنت برضو كليك وقت بتخصصه للمذاكرة وبتحرص على أنت تلتزم بي عارف أنت كل يوم ليك ساعتين ثلاثة أربعة خاصي بالمذاكرة وما فردش فيهم لا للموبايل ولا للوص ولا للسلاحان ولا لأي شيء رقم اتنين تخصيص مكان أحد العوامل التي تعين على الانتباه هو العامل البيئي المكاني اللي أنت بتذاكر فيه يعني يا أستاذ يعني من المهم جدا أن أنت تختار مكان يساعدك على الانتباه إزاي يا أستاذ يعني مكان يكون الإضاءة فيه جيدة جدا لأن كلة الإضاءة بتؤدي إلى ارتخاء في الأعصاب واصداع وتبدأ تسرح بقى والدنيا تروح منه مكان يكون خالي من المشتتات يعني ما يكونش فيه ضوضاء عالية أو يكون فيه دخان أو فيه أصوات مرتفعة أو فيه عيان رايحة جاية قدامي في الصالة مثلا لأن ده يشغلني ويخليني ما يذكر يبقى لازم أخصص مكان إذن المكان عامل أساسي في التركيز وبالتالي هو عامل أساسي في الاستسكار يبقى على الطالب أنه يخصص مكان جيد بظروف بيئية تساعده على التركيز وطبعا مش محتاجة أقولك المكان ده يكون بعيد عن أماكن الراحة والنوم زي السرير ليه؟ لأن العلماء بيقولوا لا شعوريا السرير مرتبط بالنوم عند الطالب وصوصا كل سنة طيبين بقى الشتاء دخلت والجو بيبقى برد والواحد يفرط طوله كده على السرير والشد البطنية على نصه كده شوية بعد ما كانت في النص تبقى على الصدر شوية تبقى في أخي الدماغه من فوق شوية بقى يضرب بلانس كده في النوم وصحين بقى لو شاطر ليه؟ لأن انت رحت في مكان مش هيساعدك على أن انت تبقى مركز يبقى المكان له دور هام في التركيز رقم ثلاثة المجهود البدني هنا المجهود البدني مقصد به الجانب الجسمي ليه هو الجانب الجسمي ليه علاقة بالتركيز؟ طبعا يا فندي فالجلسة المعتادلة المريحة أفضل جلسة للمذاكرة أن انت تجلس كده على كرسي ظهرك مستقيم كده قدامك على الترابيزة عينك على وضع عمودي كده على الكتاب ده الوضع الممتاز جدا ومن وقت للتاني تحرك جسمك لأن الإنسان لما بيقعد فترة طويلة جلسة معينة كده ممكن برضو الأعصاب تبدأ ترتقي يبدأ يحس التعف جسمي فيخليه يبدأ بقى يحس أنه تعبان أو نعسان أو عايز يريح فيبدأ يفقد تركيزه والمذاكرة تفقد بهجتها يبقى من المهم جدا المجهود البدني والجلسة الجسمية المريحة وتحريك الجسم من وقت الآخر والبعد عن الجلسات العجيبة في المذاكرة وانتوا قدر مني بقى بالجلسات العجيبة دي اللي نايم ظهره على الأرض واللي على آخر السريل من فوق واللي ملفوط نصه جانب والرقبة بجانب والجزع بجانب واللي نايم على آخر بقى طوله يقولك أنا معرفش أذكر إلى كده حبتين ويبدأ يقولك أنا رقبتي فيها ألم أنا حسس أن الجزع بتاعي أنا حسس أن عنوض الفقر بتاعي بينقى علي ما أنت يا فندم لم تستخدم الجلسة المريحة اللي تخليك تركز في المذاكرة يبقى المجهود البدني والاعتدال والجلسة المريحة وتحريك الجسم من وقت الآخر ده عامل من عوامل تحقيق الاتباه والتركيز زي ما أنت شايف كده هي الصورة اللي أنا بقولك عليها جلسة كده تبقى جلسة مستقيمة كده مريحة تزاعدك على التركيز ثم التدريب على المذاكرة في ظروف متغيرة أحد المشكلات اللي بيعاني منها أبنائنا وطلبنا أنه هو يعود نفسه على نظام سابت وممكن المشكلة يكون النظام ده بيجيبش معا نتيجة يعني فيه ناس يقولك أنا معرفش أذاكر إلا الساعة تلاتة بالليل وهي يقولك أنا معرفش أذاكر إلا الساعة تمانية الصبح أنا معرفش أذاكر بالنهار أنا معرفش أذاكر بالليل أنا معرفش أذاكر إلا فيه هدوء قاتل يا فندم الظروف البيئية ظروف متغيرة ولا يملك الإنسان أنه يسير الظروف دي بحسب ما تهواه نفسه طب الحل يا أستاذ الحل أن أنت تضغط على نفسك وتعصر على نفسك لمونة وتحاول تجرب أن أنت تتأقلم مع أي ظروف يعني أذاكر بالليل وأذاكر بالنهار أذاكر لو فيه أصوات جنبي أحاول أتحمل مش قول لا أنا مش هذاكر بقى أنتو صدعتني لا أحاول أتحمل أذاكر في الهدوء ليه؟ لأن أنت في أيام الامتحانات لا تملك أن أنت زي ما قلت لك تتحكم في الظروف دي وتمشيها على هواك يعني ممكن أنت مثلا تكون مش واغد على المذاكرة بالنهار طب الليل مش هيسعفة لأن عدد ساعات الليل في أيام الامتحانات أنا محتاجة أكمل دي مادة براجع مادة كاملة يبقى أنا مش هذاكر اللي بالليل مش هخلص طب زاكر بالنهار تقولي مش معتاد على كده ما هو أنت لدمرت نفسك أو واحد مش معتاد يذاكر بالليل طب ما خلصتش بالنهار يقول لك الصنة مش واحد ما هو أنت لدمرت نفسك يبقى لو أنت مضرب نفسك على أن أنت تذاكر في الظروف المتغيرة يبقى لما يحصل أي تغيير ده هيشتت انتباهك ولا أنت هتتملك نفسك آه الإجابة التانية هتقدر تتملك نفسك وهتقدر تحافظ على تركيزك وانتباهك ثم آخر شيء تجنب التفكير في المشكلات النفسية عند الدهول في المذاكرة المشكلة بقى العويصة أن احنا ما بنتذكرش المشكلات النفسية والحاجات اللي مدايقانة إلا لما نعود على المذاكرة وكأننا احنا عايزين نقول يا رب ببعد سبب كده نتحجج به عشان ما نذكرش كده جوابتك على اللي بيحصل هتشوف بقى الموضوع ده متعلق بحاجة تانية جاية أن انت ما عندكش داشة فانت بقى يا سيدي لما تيجي تذاكر لو عندك مشكلات نفسية ابعد عنها ما تفكرش فيها خالص إلا لما تخلص المذاكرة وقل لها يا ست الكل يا مشكلات والله أنا ما هسيبك وهي هاجر رجعلك رجعلك بس الحبة دي بتاعت المذاكرة الله يكرمك بعيد عني كنت زعلان مع الأستاذ في المدرسة كنت مختلف مع صديك على حاجة كنت مزعل والدي في مشكلة كنت ست الكل أم في البيت مدايقة في حاجة يدوب أبدأ وتذاكر وتذكر الحاجات دي فده هيخليك تفقد التركيز طبعا وبالتالي تجنب أن انت تروح ناحية المشكلات النفسية لما تيجي تذاكر ابعدها عنك دفعها قاتلها اطرطها من حياتك تولت بيا أستاذ لو المشكلة بقى مشكلة ببيرة أول يا فندم الدولة بتاعتنا وفرطتك في المدرسة أخصاء نفسي وأخصاء اجتماعي روح كده هما ناس أهل الثقة واستشرهم ومش لازم أخصاء نفسي ممكن مدرس حبيبك كده في المدرسة إنسان كده أهل خلق أهل نصيحة بتقتدي به روح له وقول له بعد إذنك أنا في مشكلة هو ممكن يبسطها لك تكتشفت لي ده أنا بقالي أسبوع ما بذكرش بسبب المشكلة دي وكنت معتقد أنها نهاية الدنيا قد تدخيلك يا أورسل على أن انت فتحت عني وحسستني أنها ولا شي وبالتالي هذه العوامل هي عوامل أساسية تعين الطالب على تحقيق التركيز والانتباه ومن ثم لو أنت ركست في المذاكرة بعد ما تخلص مذاكرة لو سألتك في أي شيء هتلاقي نفسك زي الفل وممتاز إذن أول عامل من العوامل التي تساعد على استثقار الفعال هو الانتباه والتركيز طيب راكم اتنين زيادة الرغبة في الاستثقار يعني مهم جدا أن يكون حضرتك عندك رغبة في الاستثقار طيب والرغبة دي عبارة عن إيه عبارة عن دافع فاكرين الحصة اللي فاتت لما قلنا لا تعلم بدون دافع كلام ده كلام أكيد ما فيهوش يظهر فالإنسان اللي عنده دافع الدفع ده بيديله رغبة في أنه هو يذاكر ويتحمل التعب بتاع المذاكرة ها أنا معاك والله أن المذاكرة عمل نفسي شق على الإنسان أوعد أعتقد أن المذاكرة أمر سهل أنا عارف والله ولكن اللي عنده دافع الدفع ده هيخلق فيه رغبة والرغبة دي هتخليه يذاكر ويتحمل التعب بالمتاع المذاكرة لكن لو ما عندكش دافع سرعة ما تجلس على الكتاب ثم تجد نفسك فيه مئة موضوع عايز يبعدك على المذاكرة ليه يا فندي؟ لأن أنت ما عندكش دافع فلو أنت عندك دافع أن أنت تدخل الجمعة وتكمل تعليمك وتبقى إنسان بارز تبقى إنسان مميز في المجتمع إنسان تسعد نفسك وتسعد أهلك وتسعد دولتك تستفيد من نفسك وتستفيد منك الدنيا ده هيديك دافع ده هيزول عندك الرغبة ده هيخليك تذاكر وتستفيد من اللي أنت بتذاكر إذن أحد المبادئ المهمة جدا زيادة الرغبة في الاستسكار إن الطالب يكون عنده رغبة كبيرة في النجزاكر وده ما هيجيش إلا بالدافعية وبالمناسبة ممكن نسألك في الامتحان بالعنوان ده أو بالعنوان ده كلاهما صحيح يعني ممكن نجيب لك في الاختيارات أحد أسوة الاستسكار الفعال زيادة الرغبة في الاستسكار أو الدفعية كلاهما صحيح طيب كيف يمكن للطالب أن يزيد من هذه الرغبة إزاي فندم أولد في نفسي دافعية تديني رغبة في المذاكرة أعمل إيه يا أستاذ أنجح واجب مجموعان وتفوق وبقى شاطر واستفيد من نفسي تستفيد من أسرتي وإنسان متميز ساعتها أول ما تفكر في الهدف ده ده على طول هيديك دافع وهيزود فيك الرغبة المذاكرة طيب رقم اتنين التنافس مع الزات ووضع مستويات العليا والسعي التحقيق دائماً تنافس مع نفسك وما ترداش بقليل يعني أنت في أي أمر من أمور الدنيا ما بترداش إلا بالطب بالمتميز يعني في الأكل في اللبس في المصروف في الرحلات أنت دائماً ما بترداش إلا بالأعلى يعني لو مثل خيارتك بالرحلة في مكان بسيط ورحلة في مكان ممتازة تقول له ده طبعاً لو خيارتك مثل بين واجبة بعشرين جنيه ولا واجبة بميز جنيه تقول له لا دي طبعاً لو خيارتك مثل بين كوتش بميز جنيه ولا كوتش بخمسمة جنيه هتقول له لا طبعاً بخمسمة جنيه ما جيبش أبو مية أبداً طيب ليه في المذاكرة أنت بتردب قليله تقول بس يا عم عدي السنة دي بس يا عم أنجح وأجيب أي مجموع صدقني والله مش هتجيب لأن دائماً أنت لو تتذكر كده أن كل ما يزيد الدافع بيزيد الجهل دي من خصائص دوافع في الصف السنة السنوي تنسل طرد بين الدافع والجهل فكل أنت ما يكون عندك دا وهدف أعلى ده هيولد فيك رغبة في المذاكرة أكتر فلو أنت عايز تطلع من أوائل السنوية العامة مش هتنام طب لو أنت عايز تجيب 90% هتذاكر أول طب لو عايز تنجح وخلاص مش هتذاكر خالص وبالتالي أنت لما تتنافس مع نفسك وتحط لنفسك مستويات عليا من الطموح ده هيخلق فيك دافع ده هيزود فيك الرغبة في السسكار طيب رقم ثلاثة تخصيص وقت محدد للانتهاء من مذاكرة الدروس يعني باللغة كده البسيطة stop watch يعني أنا هقول مثلا المستق قال لي المرة الجاية هراجع على الوحدة الأولى كلها طيب أنا هبدأ أستعد وهذاكر الوحدة الأولى أبدأ أحط قدامي كده الكتاب وحط النفس كده فترة زمنية أقول إن شاء الله أنا هبدأ الساعة كام دلوقت الساعة سابعة مثلا إن شاء الله بالكتير خالص عشرة عشرة ونص احداشر هكون مخلص هتقول لي تبنا أحيانا بحط وقت وبزود عنه الطبيعي أنك هتزيد عنه يعني أنت ممكن تقول أنا خلص على عشرة ممكن تجيب لعشرة ونص ممكن تجيب لحد وعشرة زي الفل أما والله لو ما كنتش حطيت الوقت ده كان ممكن يعد عليك يوم واتنين وثلاثة ثلاثة وما تخلص الواحدة الأولى وبالتالي لابد أن أنت تخصص وقت تحدده لنفسك أن هنتهي من مذاكرة الدرس ده بعد كم دقيقة بعد كم ساعة والتزم ليه بقى يا فندم لأن لما بحطي الوقت ده لو أنا مثلا حبيت أتصل بالتليفون أقول لا أجل انت حطيت نفسك وقت تخلص بعدين اتصل تبعايز أدخل على رص كده أتابع أخر الحالات بتاعة زميل وكلام ده يا حبيبي خلص بعدين إنت هتقولي نفسك كده طب أنا عايز أشوف مثلا نتيجة المباراة عملية يا حبيبي أنت عندك امتحان الصباح خلص وابقى اتفرج الكرة مش هتروح منك وبالتالي ده داعطة للسيس كار إذن أحد المبادئ الهامة جدا التي تعين الطالب على زيادة المذاكرة والاستفادة المذاكرة أنه يبقى عنده رغبة مرتبطة بالدافعية اللي بعدها المشاركة النشطة قلنا على المشاركة النشطة دي الحصة اللي فاتت قلنا كلام ياما وذلك احنا بنفكر في التاني أن المشاركة النشطة دي نعمل التأكيد على أهمية الدور الإيجابي للمتعلم دورك الإيجابي يا فندي أن أنت دورك في المذاكرة دور إيجابي مش دور سالمي أن أنت بتفهم وتناقش مش بتطعفص بس يعني أنا قاعد بذاكر كده وببدأ أبزي الجهد وتعب وافهم وحل أسئلة ونائش وراجع ولخص وحط خطوب تحت الحاجات اللي مش فاهمها وحط خطوب تحت الحاجات المتوقعة الحاجات المهمة كده أنت بتذاكر مذاكرة فعالة كده أنت بتطبق المشاركة النشطة لما أجأ أقول لك إن شاء الله الحصة الجاية هناخد تطبيقات أو هناخد الدرس الفلاني وإنت تقعد تذاكر وتتمرن وتقول لما أشوفها أجيب بأده وأشوف نفسها بأمتابع ده مشاركة نشطة إنما أنت تقعد تتلقى المعلومات وتقعد تحفظ في الكتاب حفظ أصم ثم بعد ما تخلص أسألة كبسة الأسئلة لو اللي مش عارف يا أستاذ والله أنا ذكرت أقول لك تمام أنت ذكرت بس مذاكرة سلبية ما طبقتش الدور الإيجابي طيب نفس السؤال إزاي أستاذ ممكن أحقق الدور الإيجابي ده قولي كده على بعض النصائح البسيطة لو عملتها هتبقى المذاكرة بتحتي قائمة على المشاركة النشطة أو الدور الإيجابي والمسميان كلاهما صحيح أولها إن أنت تراجع المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة معظم الطلاب عندهم مشكلة بسيطة جدا برضو مش وقدين بينهم إنها لو بيذاكر الدأس ويحل عليه ممتاز ويلقى نفسه مية مية ويعمل إسابة داخلية نفسه كده أنا زيل فل تمام بعدين يعد أسبوع يلاقي إن بدأت بعض المعلومات دي تتنسي تبعت أسبوع تاني قولك يا مصدر أنا الكلام ده كأنه ما خدتوش معاه تبعت أسبوع تاري يكاد يوقن إنه هو الموضوع ده ما درسهوش فيبدأ يتهم نفسه بإنه غبي أو المدرس مش تمام أو المادة صعبة المشكلة اللي هو مش واخد باله منها إنه هو ما طبقش المبدأ ده إن المادة محتاجة بمراجعة أول بأول طبيعي فاكرين قانون التمرين حضرات اللي كان بيتكلم عليه عام هنا سوروندايك في نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ إن الممرسة والتمرين بتخلي الاستجابة تقوى وعدم الممرسة وعدم الاستعمال بيخلي الاستجابات ايه هي دي الممراجعة اللي هو التمرين إن أنت تواظب واتابع واتراجع ما تملش ولا تستسلم ثم تدوين المذكرات يعني إن انت تبدأ تلخص اللي انت ذكرته إن انت تبدأ تسأل نفسك أسئلة عليه تبدأ تكتب ملاحظاتك أنا النهاردة ذكرت كذا الحتة اللي في انتهى قوي كذا الحتة اللي محتاجة أرجع لها الأستاذ بكرة في المدرسة تاني كذا أحط خطوط مثلا بألوان مختلفة على العنوين ده نوع من تطبيق الدور الإيجابي أو مبدأ المشاركة المشاركة يبقى من ضلي الحقيقة اللي تخلي المذاكرة بتاعتك زي الفل إن المذاكرة بتاعتك مذاكرة إيجابية يعني بتفهم يعني بتناقش يعني بتحل أسئلة يعني بتراجع أول بأول بتدول مذكراتك بتراجع مع زميلك بتراجع مع المدرس بتحضر الدرس بتبزي الجهد بتنفذ بتنظم مقت كل دي حاجات تخلي مذاكرتك مذاكرة إيجابية أو مشاركتك مشاركة نشطة وبالتالي لما تخلص المذاكرة هتقول الحمد لله أنا إيه اللي تعبتي فيه لقيته طيب العنصر الرابع والأخير وهو استخدام طرق الكراءة الجيدة هناك عدد من الطرق أو الأساليب للمذاكرة إن شئت سميها كده برضو قالوها علماء النفس جيدة جدا استفيد بواحدة أو اتنين أو كلهم إن استطعت تعال نشوف كده زي حبيبنا اللي قاعد بيقرأ ده كده أول حاجة استعراض الدرس كله بشكل عام والبعدين تبدأ في التفاصيل معظمكم بيعمل المعدة دي معكوسة إزاي يا أستاذ يعني مثلا أنا النهاردة هذاكر أسس الاستذكار الفعال وراء الأستاذ عشان أطبق مبدأ المشاركة النشطة الأقل عليهم طيب إيه بقى طرق الكراءة الجيدة اللي هتساعدني إن أنا أبدأ أقرأ الدرس ده كله كده مرة واحدة إزاي يا أستاذ أقول إبقى الأستاذ النهاردة قالني أسس الاستذكار الفعال إيه اللي انتباه يعني التركيز والطالب عشان ينتبه يعمل كذا وكذا وكذا ثم الدافعية أو زيادة الرغبة في الاستذكار والطالب عشان ينفذها يعمل كذا وكذا وكذا ثم المشاركة النشطة ثم يبقى أنت كده قررت الدرس إيه كله أهو بشكل عام صح كده والبعدين بقى ارجع من أول تاني طيب نبدأ بقى نشوف موضوع الانتباه لوحده إزاي يا ميزه في الانتحالين يبقى الأستاذ قالني لما تلاقي فيه حاجة عن التركيز أما تلاقي فيه حاجة عن البيئة الخارجية لما تلاقي فيه حاجة عن الجلسة عن الاعتدال الجسمي عن تخصيص وقت المذاكرة عن تجنب يبقى أنت كده بدأت تتاخد الجزء ده والبعدين إن بقى للجزء التاني ده إن أنت تبدأ تقرأ الدرس كله بشكل عام ثم تذاكر التفاصيل أما عنا معظمنا يبدأ بالانتباه ويبدأ ياخد وقت معه الانتباه يخلص ثم ينتقل إلى لأ إنت كده بدأت بالتفاصيل يبقى من ضمن الطرق الجيدة إن أنت تقرأ الدرس كله الأول قراءة سريعة والبعدين بقى تبدأ جزء جزء الطريقة التانية إن أنت تربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات التي سبكت علمها يعني لو أنت لاحظت كده حبيبي إن أنا دايما ما ببدأش الحصة إلا لما أخد دقيقة دقيقتين تلاتة كده أذكرت باللي فات لأن أنا بطبق اللي هما بدرسه لك بيبقى جباب النجر مخلع فإحنا دايما بنربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة ولو ربط بسيط كان يعني أنا مثلا النهاردة هزاكر أسل استذكاري فعال يبقى من ما أبدأ كده أربطها بمبادئ التعلم الجيد يبقى دي مبادئ التعلم الجيد اللي بتخلي إنسان يتعلم وبالتالي لو طبقتها تخلي إنسان يذاكر يبقى أنا بدأ تربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة ثم البحث عن المبادئ العامة التي تنظم التفاصيل يعني ده نوع من استنتاج أو استخلاص المبادئ العامة اللي بتحكم الدرس يعني النهاردة مثلا لو أنا قلت لك أنا الدرسي تقعني عن إيه؟ عن أسس استذكار ده مبدأ عام طب أسس الاستذكار دي كم حاجة؟ أربعة ده مبدأ عام تبقوا لي إيه هم الأربعة دول اللي هو الانتباه والدافعية والمشاركة النشطة واستخدام طرق القراءة الجيدة يبقى أنت كده حطيت إيدك على المبادئ العامة طيب أي تفاصيل بقى هي تطلع من دول وذلك إنت حاطت في دماغك إن في آخر السنة لما يجيب لك السؤال هيبقى على واحدة من الأربعة دول يا إما الانتباه يا إما زيادة الربة في الاستذكار اللي هي الدفعية يا إما المشاركة النشطة اللي هي الدول الإيجابي يا إما استخدام طرق القراءة الجيدة طيب أنت كده حطيت إيدك على المبادئ العامة اللي بتنظم التفاصيل ثم آخر حاجة استخدام العادات الجيدة في الكراءة زي الصورة اللي قدامك دي كده مسك الكتاب صح عينيك على الكلمات بتنتقل من كلمة لكلمة بشكل صحيح بتقرأ بشكل جيد أحيانا ممكن تقرأ كلمة بشكل خاطئ تعطل فهمك للدرس كله وتجيدي تاني يوم في المدرسة تقول لي يا أستاذ إمبارح الكلمة دي أقولك دي معناها كذا تقول لي أستاذ ده بقى يا أستاذ والله أنا أردتها غير كده خالص أنا أردتها بشكل تاني خالص يعني زي مثلا كلمة الاستبطان أردتها الاستنباط أو كلمة الاستنباط أردتها الاستبطان دي حاجة ودي حاجة تخليك تفهم موضوع مختلف خالص وبالتالي العادات الجيدة في الكراءة منطمن الطرق الجيدة في الكراءة إذن في حصة اليوم اتكلمنا عن أسس لاستسقار الفعال وهي أسس أو مبادئ تعين الطلاب على المذاكرة والاستفادة مما تم مذاكرته من أهم هذه الأسس أن الطالب يذاكر وهو مركز يعني منتبه من ضمنها أنه هو يكون عنده رغبة في المذاكرة ودي مرتبط أن يكون عنده دافع ثم أنه هو يشارك مشاركة نشطة في المذاكرة مش مشاركة سلبية وده بيرتبط أن أنت يكون عدورك إيجابي مكتهد بتتعب بتنظم بتنفذ ثم أن أنت تستخدم طرق القراءة الجيدة اللي معروضة قدام حفرتين يبقى أن احنا ننهي الصدنا بعدد من التطبيقات على أسس الاستسقار الفعال السؤال الأول بيقول دلم أو ظل رمز الدل على الإجابة الصحيحة الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على الوصول لطرق لطريق النجاح نستخلص من القول السابق أحد أسس الاستسقار الفعال هنا أما تكلم عن الطموح اللامحدود أن أنت بقى عندك طموح عالي هنا الكلمة دي ذكرت في الانتباه والاستسقار ولا في المشاركة النشطة والاستسقار ولا في القراءة الجيدة والاستسقار ولا في الدافعية والاستسقار الإجابة هي الدافعية والاستسقار مش إحنا قلنا أن من ضمن الحاجات المهمة زيادة الغابة في الاستسكار أن أنت تحط لنفسك طموح وهدف عليه عشان يخلق فيك دفع السؤال الثاني الحكمة أن تعرف ما الذي يجب أن تفعله والمهارة أن تعرف كيف تفعله والنجاح أن تفعله تجسد المقولة السابقة أحد أسس الاستسكار الفعال المقولة دي بتتكلم عن دور الانتباه ولا المشاركة النشطة ولا القراءة الجيدة ولا الدافعية بلت من الحكمة أن تعرف ما الذي يجب عليك أن تفعله والمهارة أن أنت تعرف تعمله إزاي والنجاح أن أنت تنفس فعلا وبالتالي هنا نحن بنتكلم على المشاركة النشطة اللي هو الدور الإيجابي اللي هو بس للجهد اللي هو التنفيذ العملي اللي هو التدريب والتمرين والممارسة السؤال اللي بعد يقول إميرسون تعود على العادات الحسنة وهي سوف تصنعك طيب نستنتج من المقولة السابقة دور أحد أسس الاستسكار الفعال هنا بنتكلم عن بسل المجهود البدني ولا التنافس مع الزات ولا الكراءة الجيدة ولا تحديد وقت الإنهاء المهمة تعود على العادات الحسنة يعني طرق الكراءة الجيدة مش إحنا لسه بنقول فيه طرق كراءة جيدة يعني عادات صحيحة اللي إحنا لسه ننهى مع بعض سؤال اللي بعده يقول الجهد المتواصل وليس الزكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدرتنا الكامنة يعني الرجل عايز يقول إن المسألة مسألة جهد يبقى منعوش مضايع وقت ده زكي وده بالزكي دي حاجات بتعرف بنا إنما اللي إنت تملكه إن أنت تبقى إنسان مجتهد ده اللي هيخليك تستغل قدرتك اللي جواك هنا أنا بتكلم عن انتباه ولا زيادة الرابة في الاستسكار ولا المشاركة النشطة ولا القراءة الجيدة يبقى دي المشاركة النشطة بس للجهد والتعب المتواصل يبقى معناها إن أنت بتنفذ الدور الإيجابي أو المشاركة النشطة السؤال اللي بعده بيقول يقول توماس أديسون النجاح لا يمكن أن يبدأ من الإسبوع القادم إنما اليوم تشير المقولة لأحد أدوار أسس كرفعال ده تخصيص أوقات المذاكرة ولا بازل المجهود البدني ولا تدوين المذاكرات ولا القراءة الجيدة الراجل يقول النجاح مش محتاج تسويف اللي بتلك عليه في بداية الحصة إن شاء الله من الإسبوع القادم ويجي الإسبوع ده إن شاء الله من الإسبوع القادم ده يا فند من الإجابة الصحية تخصيص أوقات المذاكرة إننا قلنا إن أنت تخصص وقته وتلتزم به متعودش يتأجل وتفرط في وقتك السؤال اللي بعده بيقول يقول عبد الكريم بكار إن الهدف حين يكون واضحاً ومحدداً فإنه يحفز صاحبه على العمل والعطاء وبس للكهد طيب تعكس في المقولة السابقة الدور أحد أسس للإستسكار الفعال ده الانتباه والتركيز ولا زيادة الرابط للإستسكار ولا المشاركة النشطة ولا القراءة الجيدة أسمى حضرتك الراجل بيتكلم عن مين عن الهدف حين يكون واضح يعني لما إنسان يحدد لناسه هدف ده اللي بيحفزه عشان يكتهد يبقى إحنا بنتكلم هنا عن مين في الأربعة على زيادة الرابط للإستسكار اللي هي الدفعية ما هي زيادة الرابط للإستسكار هي الدفعية فأنت عشان يبقى عندك رغبة أو دفعية لازم تكون محدد لنفسك هدف واضح عشان يحفزك أن أنت تشتغل السؤال اللي بعده بيقول يقول سيمويل جونسون لا تتم الأعمال العظيمة بالقوة ولكن تتم بالمثابرة والتحمل نستنتج من المقولة السابقة دور أحد أسس الإستسكار الفعال ده تدوين المذكرات ولا التفكير في الأهداف ولا القراءة الجيدة ولا التنافس مع الزات أسمحكم الرابط يقول لا تتم الأعمال العظيمة بالقوة ولكن تتم بالمثابرة والتحمل ده اللي هو التنافس مع الزات دي مش مسألة تدوين وذكرات ولا تفكير في الهدف ولا قراءة جيدة لا دهنا أننا بتنافس مع نفسي وبقول ما فيش حاجة صعبة علي إن شاء الله هصبر وتحمل وهعمل اللي أنا عايزه وما هسيبش حاجة تضيع مني أبدا السؤال اللي بعده بيقول يقول وضوح الغاية هو بداية الإنجازات جميعها وضوح الغاية هو بداية الإنجازات جميعها يبرهن القول السابق على دور أحد أسس التسكار الفعال ده تدوين المذكرات ولا التفكير في الأهداف ولا القراءة الجيدة ولا التنافس مع الزات الرجل بيتكلم عن وضوح الغاية يعني التفكير في الأهداف إن انت حاطت لنفسك هدف وبتتحرك عشان تحققه السؤال اللي بعده بيقول يقول الدكتور إبراهيم الفقر رحمه الراب ده عالم التنمية البشرية المصر العظيم الله يرحمه خطط لأعمالك اليومية والأسبعية ولكن تعلم كيف تتأطلم مع الظروف المتغيرة كي يكون تخطيطك فعالاً ده جهازة المقولة السابقة أحد أسخة استثقار الفعال بين ذلك ثم تطبق بمثال ده سؤال مقالي الرجل بيقول خطط لأعمالك اليومية والأسبوعية لكن تعلم كيف تتأقلم مع الظروف المتغيرة هنا احنا بنتكلم عن أحد عناصر الانتباه لها التدريب على المذاكرة في ظروف متغيرة أنا قلت لحضرتك في بداية الحصة أنت لا تستطيع أن أنت تتحكم في ظروف المحيطة وتسيرها كيف تشاء وبالتالي عليك أن أنت تتأقلم معها مع الليل والنهار والحر والبرد والصيف والشتاء لأن الظروف متغيرة فلو أنت واخد على الظروف واحدة مش هتقدر تركز ولا تحقق هدفك زي المثال اللي أنا بقولك عليه الطالب اللي بيقدر يزاكن بطرق مختلفة بحسب مختلف الظروف الجو حر واخد على كده الجو برد بيكيف نفسه الدنيا ليل الدنيا نهار فيه ضوضاء بيتحمل فيه هدوء زي الفل كله ماشي معا السؤال الأخير بيقول يقول إبراهيم أصلا ليس مهما أن تحقق أحلامنا أو لا تحقق فالأمور لا تقاص بنتائجها ولكن بما نبزله من جهد الرجل بيقول ليس مهما أن تحقق أحلامنا أو لا تحقق فالأمور لا تقاص بنتائجها ولكن بما نبزله من جهد تشير المقولة السابقة لأحد أسس الاستثقار الفعال بين ذلك ثم طبق بمثال الرجل بيقول أحلمنا ممكن تتحقق أو ممكن لا وده حقيقة ده أقدر بتعربنا أما الأمور مش بالنتيجة بتاعتها ولكن بما نبذله من جهد وبالتالي هذه المقولة بتشير إلى المشاركة النشطة والدول الإيجابي يعني ادينا المثال كأننا أقول الطالب عليه أنه يأخذ بالأسباب ويعمل للعليه ويكتهد ويطرق النتيجة لله وإن شاء الله ربنا مش هيديع جهده يبقى الطالب عليه أنه هو يزاكر ويكتهد ويعمل للعليه كده دور إيجابي هو والنتيجة دي بتاعت ربنا ممكن أنت تبقى عاست روح مكان وربنا يودك مكان تاني لحكمة لفايدة ليك والله ما تعرفهاش إلا بعدين تقول الحمد لله أن أنا مرغتش في المكان ده يبقى على الإنسان أنه هو يكتهد ويأخذ بالأسباب ويفعل ما عليه زي الطالب كده ويطرق النتيجة لله ويأمل خير في الله سبحانه وتعالى بكده يبقى وصلنا لنهاية حصتنا اليوم وإلى لقاء آخر في حصة الإسبوع القادم اللي عايز يجهز معانا هنأخذ تدريبات أو تطبيقات على الوحدة الأولى كلها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم أستاذ محمد عمار موجه أول مادة علم النفس والاجتماع شكرا